موسيقى يوم السيوف والأشدة والبنادق يوم الختام ختامها مسكن بسيف المارجان وسيف التحدي هنا لحظات التتويج لهذه الأسماء المنطلقة هنا من خلال هذه اللحظات أول الأشواط الشمالي مانع بن علي بن حمد شامسي هنا مسجل هذه الإنجازات وقدم هذه اللحظات الشداد بحضوري سيدي سموشيخ محمد بن سعود بن سقر القاسمي وسموشيخ راشد بن حمدان بن محمد النهيان في هذه الأمسية في هذا الختام في هذا المهرجان الكبير فرحة من الجميع هنا السيف الفضي في ثاني الأشواط حملته هقاوي المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير من خلال هذه الانطلاقة هنا السيد محمد بن راشد بن غدير يتسلم أيضا هذه الانطلاقة بنفقة ابنه ونجله مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير في هذا المساء المميز في هذه اللحظات في هذه الفرحة التي عمت والسلامه إلى مرغم إلى بن غدير إلى هجن مرغم التي تحقق دائما الانجازات بكل أشكالها وبكل حضورها وبكل انطلاقاتها الجهضم يفوز بالبندقية يحقق ثاني انجازاته في هذا الموسم بعد مهرجاني زايد التراثي جاء هنا الجهضم مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي ليحقق ثاني انجازاته في هذا اليوم في هذا الختام في ظل هذا الشعار الكبير الذي دائما ما يحقق الانتصارات من خلال هذه اللحظات زاخر كانت الختام كانت سيف الختام عبد العزيز بن موسى بن عبد العزيز الموسى من المملكة الهلالي الهلالي الأزرق الذي يتفوق مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من قادها أيضا وسار وراء زاخر يحمل هذه القوة والإثارة تحيات لانطلاقاتها